مرحبا بكم في أورانيا نريد إعادة تعريفها يكينا بالشكل يجعلنا نقرر شؤوننا وبهذا المعنى أن نكون أحرارا وفي الوقت نفسه نعيش في سلام مع جميع من حولنا هذه البلدة ذات الألف نسم ملك لسكانها فلديهم عملة خاصة بهم وعالمهم الخاص القادمون الجدد يشترون أو يستأجرون أراضيهم من شركة خاصة دير المدينة كما يتكون المجلس البلدي من المالكين لإدارة الشؤون اليومية مثل الماء أو الكهرباء نجتمع بين مديرين نحن أصحاب الأراضي في أورانيا ومنتخبنا لمدة سنة واحدة ونقوم بنفس المهام كأي مجلس آخر يصل معدل نمو أورانيا إلى نسبة 9% في السنة هي تجذب الأفريكان الذين خيب النظام الجديد لجنوب أفريقيا أملهم وأرعبهم ارتفاع معدلات الجريمة التي تعاني منها البلاد كوبوس جونك وصل إلى هنا قبل السنة مع عائلته بعدما خضع لاختبار حول مواضيع ثقافية أمام لجنة من المقيمين اليوم بنى مزرعته بيديه وأصبح مربي مواشي بعد التخلي عن الحياة الحضرية أولا لأسباب أمنية نحن في أمان هنا تعلمون نحن لا نغضق سيارتنا في الليل إذا نظرتم إلى باب منزلنا وجدتم المفتاح عليه إذن يمكنكم فتحها والدخول متى أردتم اليوم تغض الحكومة ترفع عن هذه المدينة التي تستند إلى مادة من دستور جنوب أفريقيا تضمن حق التقرير المصير للشعب الخطوة التالية بالنسبة لسكان أورانيا خلق الجمهورية الأفريقانية